فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة على شركات وأفراد وسفن لهم صلة بميليشيا الحوثي وحزب الله المدعومين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقالت الخارجية الأمريكية أنها حضرت ثلاث سفن وأدرجت فردا وست شركات على قائمة العقوبات لتورطهم في توليد إيرادات غير مشروعة لميليشيا الحوثي وذكرت أيضا أن العقوبات شملت شركة واحدة مع حضر أربع سفن تابعة لها مرتبطة بمسؤول في حزب الله الخارجية الأمريكية أشارت إلى أنها فرضت عقوبات على عشرات الكينات والأفراد والسفن التي تمول هجمات الحوثيين في الممرات البحرية متعهدة بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لحرمان الحوثيين من الإيرادات اللازمة لتنفيذ هجماتهم على الشحن الدولي التي تسهلها إيران للاطلاع أكثر على هذه العقوبات من واشنطن مراسل حدث الزميل حسين الطود ينضم إلينا مرحبا بك حسين تحدثنا عن تفاصيل هذا القرار الأمريكي فيما يخص هذه المؤسسات حسين هذا قرار قديم جديد إذا صح التعبير كما تفضلت في الخبر جاء في البيان بيان الخزان الأمريكية وبيان الخارجية بأن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على عشرات الأفراد والكينات سابقا منذ أن بدأ الحوثي بهجماته على السفن البحرية والتجارية التي تتمر عبر الممرات المائية في البحر الأحمر هدف الولايات المتحدة من هذه العقوبات حرمان جماعة الحوثي من توليد الإيرادات المالية لتمويل ما يصفونه بهجماتهم المتهورة ضد التجارة البحرية المدنية كما يقولون لهذا هم تعهدوا أيضا باستخدام كافة الوسائل الممكنة من أجل فرض عقوبات وحرمان الحوثيين من الحصول على هذه الأموال كما قلنا هذه ليست المرة الأولى في شهر يونيو الماضي فرضت عقوبات أيضا على مجموعة من الكينات كلها تهدف إلى منع الوكلاء لإيران ومنهم جماعة الحوثي من الوصول إلى السوق المالية الدولية والحصول على تمويل منها طبعا سيكون هناك شركات جديدة إذا أثبتت الولايات المتحدة أنها تساعد الحوثيين وتساعد جماعات موالية لإيران مثل حزب الله من الوصول إلى هذه الأسواق المالية والتمويل منها لأعمالها التي تقول الولايات المتحدة بأنها أعمال إرهابية وتخريبية ومتهورة وستضع عليها عقوبات هي كلعبة القطوة الفأر يعني دايما هناك مطاردة بين الاثنين الآن هذه العقوبات فرضت على هذه الشركات بالتأكيد سيكون هناك شركات أخرى ستخضع للتحقيق تحقيق مطول من قبل وزارة الخزانة والخارجية والأف بي آي وغيرها من الوكالات التخباراتية يعني حسين كلما عقبت شركات لها صلة الحوثي وحزب الله يمكن إغلاقها يمكن الضغط عليها اقتصاديا وغير ذلك ولكن في الوقت ذاته تبدأ مراقبة شركات أخرى من الممكن أن تكون تابعة لهذه الميليشيات بالفعل هذا القرار لا يأخذ بين ليلة وضحاها ويخضع للوقت الطويل من التطقيق والمراقبة حتى يتم التأكد من أن هذه الشركات بالفعل هي متورطة بمساعدة هذه الجماعات مثل جماعة الحوثي على تهريب مواد إيرانية وسل إيرانية كالنفط والغاز المسيل إلى اليمن وغيرهم من بعض الدول وعندما يتم إثبات ذلك يتم وضع هذه العقوبات على هذه الكينات وعلى هذه الأفراد شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل حدث زميل حسين الطود على كل هذه التفاصيل التي زوتنا بها قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندر بيغ خلال إحاطة له في مجلس الأمن الدولي إن جماعة الحوثي تشن حملة قمعية في المجال الإنساني والمدني مشيرا إلى احتجاز موظفين أمميين ومن منظمات حكومية ومجتمع مدني وأكد أن تلك الخطوة تمثل إشارة مشؤومة إلى الاتجاه الأوسع الذي يتخذه الحوثيون نواجه في اليمن حملة قمعية تشنها جماعة الحوثي في المجال الإنساني والمدني ومنذ ثمانين يوما بدأ الحوثي حملة اعتقالات على موظف الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني وغيرهم من القطاعات ولا يزال 13 موظفا أمميا بمن فيهم موظفي مكتب محتجزين لدى الحوثي كما أغلقت جماعة الحوثي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو وقامت باحتجاز موظفيهم في صنعاء كما انتهكت جماعة الحوثي في انتهاك صارخ للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة مكتب المفوضية في الثالث من أغسطس وهذه إشارة مشؤومة إلى الاتجاه الأوسع الذي يتخذه الحوثيون وتمثل هجوما خطيرا على قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها إن حماية حقوق الإنسان تتعلق أساسا بحماية مستقبل اليمن وحماية حقوق وحريات اليمنيين المبعوث الأممي دعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لديها ندعو الحوثيين للتصرف برحمة انتجاه اليمنيين رجالا ونساء والإفراج فورا دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص والامتناع عن مزيد من الاعتقالات التعسفية دعوا الموظفين يعودون إلى وظائفهم لمساعدة اليمنيين وبناء السلام وحقوق الإنسان وخلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن اعتبر ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن معقد وشائك ووصل إلى المحاك داعيا لتحقيق اتفاق بأسرع وقت لحل الملف اليمنية الوضع في اليمن خاصة وفي المنطقة بشكل عام معقد والتسوية اليمنية على شفير الحياة أو الموت ورغم جهود خفض التصعيد لا تزال الخطوط الأمامية غير مستقرة ندين اقتحام ميليشيا الحوثي للمكاتب التابعة للأمم المتحدة في صنعاء وندعو إلى تحقيق اتفاق بأسرع وقت ممكن لحل الملف اليمنية من جانبه يأكد المندوب البريطاني في مجلس الأمن على ضرورة وقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر داعيا جميع الأطراف إلى خفض التوتر لمنع زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن أي تصعيد في المنطقة يهدد بتقويض الأمن والسلم بشكل كبير وندعو جميع الأطراف إلى خفض التوتر لمنع زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن ندين الهجمات التصعيدية التي تقوم فيها ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر والتي تقوم بها بالتنسيق مع ميليشيات إيرانية بالمنطقة أما المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس كرينفيلد فقد قالت أن الحوثيين يحاولون عمدا صرف الانتباه عن سجلهم الفاشل من خلال التركيز على أحداث أخرى في المنطقة مضيفة أنه ينبغي على أعضاء مجلس الأمن التوقف عن إيجاد الأعذار للحوثيين معتبرا أن الوقت حان لهذا المجلس لكي يفعل شيئا في شان هجمات الحوثيين ونشاطاتهم المزعزة على الاستقرار في المنطقة والملاحة في البحر الأحمر والمضائق الدولية قالت أنه البدء في ذلك يجب أن نتخذ خطوات لحرمانهم الأسلحة والإمدادات خاصة المواد الحيوية التي يتلقونها منذ فترة طويلة من إيران في انتهاك لحضر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وأضافت المندوبة الأمريكية على أن الدول الأعضاء التي تقف في طريق محاسبة الحوثيين وإيران متواطئة في تقويد صدقية قرارات مجلس الأمن من القاهرة الكاتب والبحث السياسي اليمني عبدالستار الشميري ينضم إلينا ومن فريس الكاتب السياسي الدكتور جواد بشارة مرحبا بكم أستاذ عبدالستار واشنطن تقول بأنه لا بد من أن يحرم الحوثي من السلاح كيف وهناك قرار للأمم المتحدة بحضر الأسلحة وغير ذلك ولكن ما من شيء ينفذ السلاح يصل ويتدفق بشكل كبير للحوثيين بعد التحية لك والضيف والمشاهدين الكرام طبعا هناك فقوة كبيرة بين مستوى الأقوال ومستوى الإحاطات الأممية ومستوى تصريحات الخارجية الأمريكية وزارة الدفاع وكل الجهات التي تصرح وتصيغ هذه الإحاطات وتصيغ التنديد بالحوثي ومستوى الفعل لا يتناسق أبدا ما نسمع من كل إحاطات وعددها أكثر من أربعين إحاطة تقريبا الآن بخصوص الحوثيين وبخصوص اليمن في السنوات الماضية حتى الآن القرارات توالت في الحقيقة كثيرا لكن مستوى الفعل لم يكن بهذا المستوى خاصة في مجال خنق موارد الإمداد التي هي شبكة كبيرة متصلة من ميناء قاسك مرورا بالبحار وبواحد وعشرين منفذ بحري يتلقى الحوثيين منه هذه الأسلحة وهذه الأموال وبما في ذلك ميناء الحديدة للأسف الشديد هذه الفقوة لا زالت تتوسع ونلحظ أن هناك حديث كبير الذي سيبني عليه أي معطيات سيقول أن هؤلاء قادين لكن عندما ترى مستوى الأفعال خاصة الدول الأوروبية تحديدا نجد أن هناك تواطو حتى الأمم المتحدة سهلت كثير من إمدادات الحوثي عبر شبكة إنسانية مثلا عندما أعطي الحوثي مبلغ حوالي 6 مليون دولار بإسم البحث عن الألغام أو استخراج الألغام ثم أخذها الحوثي وصنع بها ألغام جديدة عندما تورطت بعض الجهات والمنظمات في إمداد شبكات المقاهدين الحوثيين بإعاشات إنسانية هي مستحقة وهل مقر إذن هناك فقوة وهناك التناقض بين هذه الأقوال وبين ما يقومون به على أرض الواقع طيب أستاذ جواد ما الذي يمنع الدول الأوروبية من أن تأخذ خطوة باتجاه أمن واستقرار اليمن بمعنى أن التعامل مع الحوثي أو تسهيل وصول السلاح له حتى وإن كان بالرضا أو عدم التعليق هذا يساعد هذه الميليشيا على مزيد من التوتر ومزيد من الضغط على الإنسان اليمن هناك في أوروبا خوف من خلق أزمة إنسانية جديدة في هذه المنطقة يعني التسبب في نزوح هائل لكثير من السكان وخلق حالة من المجاعة والاحتياجات الإنسانية ثم أنهم لو سلكوا طريق القوة لن يكونوا نافعا ولن يتمكنوا من إخضاع الحوثي إلى القرارات العقوبات الأمريكية والغربية والأوروبية لأن القضية قضية تتجاوز الحوثي هناك حرب إقليمية غير معترف بها أو غير معلن عنها وتبادل أدوار فكل جهة بمن يسمى بمحور المقاومة لها دور معين في هذه المواجهة مع الغرب ومع إسرائيل فهناك الساحة الحربية البحرية وهناك الساحة الحربية الجوية وهناك الساحة الحربية البرية فلحزب الله دور معين وللميليشيات التابعة لإيران أو الضراع إيران الضارب بالمنطقة سواء بالعراق أو سوريا فصائل مسلحة تتلقى الأوامر للتحرك وهناك أيضا دور الحوثي في عرقلة التجارة التي تتسبب أيضا بأذى لتجارة العالمية وللاقتصاد العالمي هذا هو مجمل العمل الموجود لذلك ليست هناك إجراءات نافعة أو ناجعة بفرض حضر أو بفرض عقوبات على الحوثي لا بد من قرار حقيقي ومواجهة حقيقية بغطاء دولي وبأمر من مجلس الأمن وإلا فلا فائدة من أي تحرك بهذا المجال طيب أستاذ عبدالستر السلاح الآن معروفة الطرق التي يصل فيها السلاح إلى الحوثي الأمم المتحدة تعرف هذه المنافذ وتتجاوز وتغض البصر عنها وكذلك الولايات المتحدة وبعض العواصم الأوروبية هو ليس غض بصر إنما من باب الموضوعية لماذا كل هذا التدفق السلاح على مرأة من العالم طبعا الشبكات السلاح التي تمر منها البحرية والبرية هي واسعة جدا وتعتمد على ناس مقندين بالفعل مع الحرس الثوري وآخرين تقار سلاح يأخذون مستحقاتهم لكي تقوم الأمم المتحدة بدور منع كل هذا التهريب تحتاج إلى أمرين أولا قرار ثم موازنة القرار يعني أنه بالفعل له موازنة وله مجموعة مسلحة تكون تتابع هذه الطرقات بمعنى جهاز كامل يقوم بهذا العمل في اعتقادي هناك لا مبالأة أولا وهناك عدم رغبة في دافع كلفة هذه الرقابة لأنها بالفعل مضنية ولكن كان هناك شيء بديل طرحناه وطرحه آخرون ما هو البديل؟ الطرق البرية يمكن للشرعية إذا أعطيت أجهزة أمنية ومعدات ودعمة الأجهزة الأمنية تستطيع أن تحد 90% هناك 11 طريق بري من المهرة من حضر موت من شبوة معروفة لدى اليمنيين جدا وهي طرق أصبحت واضحة حتى للمواطن هذه تحتاج دعم داقلي للشرعية أما المجال البحري فهناك تواجد كبير جدا سأتي إلى المجال البحري أستاذ عبدالستار إذا سمحت لي وآتي على الحديدة عندما تقدمت منها الشرعية وجاء القرار والرجاء الدولي البريطاني الأمريكي الكل تدخل حينها بأنه لا يجب أن تقف هذه العمليات في نقطة محددة أستاذ جواد إلى أي حد المجتمع الدولي مستفيد من حالة اليمن على الوضع الحالي الآن بمعنى أنها ورقة تستخدمها بعض العواصم الأوروبية ضد فلان أو علان وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ جواد انقطع الاتصال مع الأستاذ جواد سنعود إليك بعد قليل ميناء الحديدة أستاذ عبدالستار حدثنا وذكر المشاهدين بما جرى بميناء الحديدة وكيف تدخلت بريطانيا على وجه التحديد حينها بأنه يجب أن لا تتقدم قوات الشرعية في تلك المنطقة لماذا؟ نعم تقدير الموقف البريطاني كان خطأ فادح وتقدير الموقف البريطاني للحالة اليمنية منذ عام 2016 أو منتصف عام 2016 مساعد وزير الخارقية البريطاني وقون كيري حينها رسموا ملامح سياسية للحال في اليمن وضغطوا على التحالف العربي بإيقاف هجماته وهددوا بأن هناك تقني في الجانب الإنساني هذه الرسمة هابت تقدير للموقف الذي ابتدى نهاية 2016 تطور حتى منعة الشرعية من دخال حديدة كانت تريد أن تبقى الورقة الحوثية ورقة موجودة لكن أيضا لم يكنوا يقدروا أنها ستصيب مصالحهم في البحر الأحمر الآن ربما تغير هذا التقدير الآن لو كان لهم موقف جديد بأخذ الحديدة ربما يساندون الشرعية لكن فات الوقت الآن الوضع وتقدير الموقف الأمريكي البريطاني هو كيف يمكن احتواء الحوثي هذا الاحتواء لماذا يريدينه ليس حبا في الحوثي ولا في إيران في الحقيقة هم لا يريدون دفع كلفة مواقهة مع إيران في المنطقة ما تخشاه الأمريكا أنه بعد حرب العراق وأفغانستان هي آخر الحروب وينبغي دفع أي كلفة غير عسكرية في المنطقة وهم يرون أن تطور الموقف مع إيران أو دخول معركة الحديدة ومارد قد يقعل ربما إيران تذهب إلى أبعد من ذلك أستاذ جواد عاد إلينا أستاذ عبدالستار أستاذ جواد كنت سألتك قبل انقطاع الاتصال معك إلى أي حد المجتمع الدولي مستفيد من حال يمن بهذا الشكل ميليشيا قلبت على الشرعية مدعومة من إيران هي من تتحكم بمصير الناس في الداخل اليمني بحيث أن هذه العواصم الأوروبية أو الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم ذلك ورقة للتفاوض مع إيران أو غيرها بالضبط ليس هناك استفادة مباشرة تجارية أو مالية هناك فقط شبكات تهريب الأسلحة وهناك أيضا إمدادات إيرانية لجماعة الحوثي لكن نتحدث عن عدم فعالية هذه الإجراءات والمقاطعة والعقوبات الغرب برمته يريد أن ينهي هذه القضية لكنه لا يمتلك كما قال الزميل لا يمتلك قرارا رسميا شرعيا من مجلس الأمن إلزاميا وميزانية وقوة عسكرية لتقوم بتنفيذ عملية العقوبات والمراقبة هذه هي المشكلة الغرب لا يستفيد ولا يغض النظر لكنه غير مبالي لأن المسألة لم تتطور إلى حد المواجهة الشاملة هم يعرفون أن حركات الحوثي هي جزء من سيناريو أكبر وهو المواجهة المترقبة المرتقبة يعني بين إيران وأذرعها المسلحة في المنطقة والغرب بما فيه إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا فالمشكلة الآن لحد الآن الجميع يترقب وينتظر ويحاول أن يجد السبل لوقف التصعيد ووقف التجاوزات هذه والتوصل إلى صيغة معينة لإنهاء الصراع بهذه المنطقة لأنه الصراع خطير جدا وقد يتحول إلى حرب شاملة سوف يتورط بها الجميع بما فيهم القوى الأوروبية وروسيا والصين وغير ذلك لذلك المسألة حساسة جدا وخطيرة ولا بد من أخذ الاحتياطات قبل الإقدام على خطوات طيب أستاذ عبدالستار من هم في مجلس الرئاسة والقيادة المجلس الرئاسي القيادي اليمني الرئيس رشاد العليم ليس سياسيا فحسب هو رجل الأمن إلى أي حد هناك عدم اكتراث من المجتمع الدولي بمطالب الحكومة الشرعية فيما يخص الأجهزة التي تحدثت عنها أو إلى أي حد هناك تقصير من رجال الأمن في الشرعية بشرح وجهة النظر بأنه إذا ما بقي الحوثي بهذا الشكل ستكون الفوضى في مناطقكم نعم يمكن أن نوصف الشرعية اليمنية إذا قازت تشبيه كما يوصفون الرئيس الأمريكي عندما يكون في فترة الانتقالية ما بين الانتخابات بط عرقاء الشرعية بط عرقاء لماذا؟ لأنها في الحقيقة لا تملك أدوات ولا تملك قوة حقيقية لأن الدولة ذابت الكيانات الأمنية الموجودة هشة جدا غير قادرة على مكافحة القريمة المدنية لأن أدواتها الأمنية ضعيفة مددها المالي شبه معدوم يعني رقل الأمن يعمل يوميا بما يوازي ثلاثة دولار أمريكي هذا يعيش أسرة تطلب من رقل الأمن معانا صحيح هناك أفراد هناك ما يقارب مئة وخمسين إلى ثلاثمائة ألف رقل أمن في اليمن موجودين في الكشوفات لكن يعطون أشياء هزيلة إذا أراد التحرك اثنين المعدات الموجودة مقابل أجهزة ضخمة مع الحرص الثوري شبكات متطورة مدد زوارق بحرية يعني إذا كان من يعمل في التهريب في اليمن بحسب التقديرات داخليا 11 ألف وعبر البحار شباب الصومال 5400 وألف إيراني وحوالي 900 حوثي هذه شبكات ومؤسسات كبيرة العدد فعندما تقول الشرعية البطر عارقية لا تملك أي شيء من هو المسؤول إذن الأمم المتحدة التي تصرف الآن والأمريكان مئات الملايين في البحر الأحمر لو ذهبت إلى كلمة السر الحقيقية وهي أمرين أختم بهم كلامي الأول دعم السلاح البحري ما يسمى بخفرة سواحل اليمنية بأحدث الأسلحة الرجال موجودين ثم دعم مالي للرجال ثم دعم الشبكات الأمنية في الداخل هذا التعاون سوف يحمي اليمن من التهريب بنسبة 80 إلى 70% وأعتقد هو الأمر وهو مفتاح السر بالإضافة إلى دخول الحديدة أو محاصرتها بحريا أستاذ جواد بنصف دقيقة أستاذ جواد بـ 40 ثانية إذا سمحت لي عندما كان هناك استهدافات للملاحة البحرية الشركات باتت تبكي والعواصم الأوروبية باتت تشعر بالضيق الكبير هذا نتيجة تصرفها بهذا الشكل مع الحوثي؟ طبعا لأنه يأم أنت تتآمر أو تتوافق مع ما يريده الحوثي وبالتالي يستمر التجارة ويستمر التعامل مع العالم الخارجي وإلا فهناك خسائر كثيرة تترتب على مثل هذه الهجمات ومثل هذه المضايقات التي يقوم بها الحوثي ضد التجارة العالمية وبالتالي الشركات مسؤولة والدول مسؤولة وكل المجموعات المعنية بهذه القضية مسؤولة شكرا جزيلا لكم آمن باريسا الكاتب السياسي الأستاذ الدكتور جواد بشارة وكذلك أشكر من القاهرة الكاتب البحث السياسي اليمني الأستاذ عبدالستار الشميري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة